موسيقى الحكومة الشهدية تجري تعديلا وزاريا لحكومة رئيس الوزراء بايمي باتاكي البهر ورئيس الحكومة بايمي باتاكي البير يترأس المناسبة الدينية البارحة بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام وسط حضور كبير من الشخصية الدينية ورسمها السيدة وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد سعيد جميع مشاهدي تلفزيون شاد بمناسبة ذكرى ميلاد عيسى المسيح عليه السلام بحضور رئيس الحكومة شهدت ليلة البارحة كنيسة العزراء بالعاصمة أنجمين أحياء ليلة ميلاد المسيح عليه السلام وسط حضور من الشخصيات الدينية والرسمية واتباع الديانة المسيحية تقرير حسن جدا عمر هكذا كانت الأجواء بكنيسة العزراء هنا بالعاصمة أنجمينة وذلك احتفاء بليلة الخامس والعشرين من ديسمبر وسط قذاسة كنيسية وترانيمة إنجلية لعتباع الديانة المسيحية الذين قضوا الليلة بطوله يتعايشون لحظات مفعمة إهياء بميلاد المسيح المجد ليلة قرئت فيها نصوص إنجلية من قبل قصاوسة الكنايس الإنجلية الأخرى وترنم آخرون بتوجيحات الكتاب المقدس بحضور رئيس الوزراء فاهمي باداكي ألبيل وعليه فقد قدم غسقف مدينة أنجمينة إدموج تنغار عزة خلال هذه المناسبة أشار فيها إلى أهمية الاحتفال بميلاد المسيح المجد بالنسبة لعتباع الديانة المسيحية كما هنأ جميع المسيحيين حول العالم بعياد ميلاد المسيح المجد ودعاهم إلى التكاتف والتضامن وغرز الروح المحبة والتعايس السلمي بينهم وبين معتنق الديانات الأخرى ختمة المناسبة بالطريقة المعلوفة عند الكنتين إيمانا منهم باستحضار الطريقة التي ولد فيها المسيح المجد هذا كما احتفل أتباع الكنيسة البرستانتية كغيرهم من مسيحيكات بذكرى عيد ميلاد المجيدة واصلح حضور من أتباع الكنيسة البرستانتية تقرير أبدالله هارون برمحان بلادنا تشاد كغير حامي ملدان العالم احتفلت بميلاد عيسى المسيح المجد وهذه الاحتفالية تعتبر مناسبة عالمية لإدباع الديانة المسيحية وعليه فقد نظبت الكنيسة البرستانتية احتفالا حاشدا بالمناسبة التي تعد من عظم القداسية الإنجلية وتاريقا عظيما لإدباع الديانة المسيحية هذا وقد توالت كلمات عدة من قبل القساوسة تدعو فيها لتعزيز السلام والوحدة بين عبناء الوطن كي يسود العمن والاستقرار والتسامه وحازه ضمن الأحداث التي تبنتها الكنيسة كما طلب القساوسة من أدباع الديانة المسيحية بضرورة تطهير النفوس من الزنوب وترك المخالفات وإصلاح النفس من كل القطايا هذا وقد تويج حفل ميلاد المسيح المجيد بطرانيمة إنجلية وقداسية حول أجوال احتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام فقد عدلنا زمين عباس أباكر هذا التقرير رغم رداءة التقص في هذا الصباح الباكر خرج مسيحيو تشات كغيرهم من أدباع الديانة المسيحية على مستوى العالم للاحتفال بعيد المسيح المجيد تقديرا لهذا الحدث لدى أدباع الديانة المسيحية كبارا وصغارا حيث يقومون بتسجيل زيارات مختلفة إلى أهاليهم وذويهم وأقربائهم بمناسبة حلول عيد المسيح وعليه فإن الاحتفال بعيد المسيح المجيد يعد عيدا كبيرا لدى أدباع الديانة المسيحية وفي إقليم من ايدي شرق فقد شهدت مدينة أمجرس الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام في عدد من الكنائس بمدينة أمجرس تقرير سيد أحمد حسن تشهد البلاد كغيرها من بلدان عالم احتفالات بميلاد المسيح المجيد في شتى مدنها وإحدى هذه المدن مدينة أمجرس حاضرة إقليم إنيدي شرق البداية كانت من التحالف الكنسي بشات فرع أمجرس الأسقف أبقاك وغوسول طلب من الحاضرين إيصال رسالته إلى أن تعم أكبر رقعة ممكنة من البلاد هذه الرسالة مضمونها أهمية السلام وقبول الآخر مهما كان دينه وعرقه وعقيدته لأن الإنسان يبقى إنسانا ومن طبعه أن يؤثر ويتأثر وحمله لهذه الرسالة يجعله يؤثر على الآخر بشكل إيجابي ومن التحالف الكنسي إلى كنيسة الكاثوليك التي شهدت هي الأخرى جوا احتفاليا وبهذه المناسبة قال الأسقف دينغامتوجي فيلمو يجب على أتباع الديانة المسيحية التحلي بالأخلاق التي تترجم معاني ما جاء به المسيح عليه السلام والتي تدعو إلى العدل والمساواة وحب الخير ومساعدة الغير والمحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وتتواصل الاحتفالات في مدينة أمجرس حاضرة إقليم إنيدي شرق وكانت النقطة الأخيرة لهذه الاحتفالات كنيسة البروتستانت الذي لم يذهب بعيدا عن إخوته الأساقفة مناديا هو الآخر للسلم والتعايش السلمي الذي وصفه باللبنة الأساسية للتنمية والرقي بالبلاد قد يتساءل البعض عن سبب المنادات للسلم والتعايش السلمي من قبل رجان الدين والجواب السلام هو رسالة كل الأديان السماوية في جهة السياق فقد قدم الصباح اليوم المتحدث باسم الشرطة الوطنية بيانا صحفية متحدثا في عن حصيلة الحوادث والحالة التي سجلت في قسم الشرطة في ليلة ميلاد عيسى المسيح عليه السلام بمدينة أنجمينة كل الأساسي المتحدث ترميش حلقة ترميش حلقة تعني ايضا في هذا الموضوع العام وفضيه بالنحدث للشرف ومن الوجودة ولكن العطاةار القادموا في حالة الحالة وفضيها في حصلة تسبب الححول في حالة الحالة ومن المتحدث للشرف أشخاص بتشوف حالة الحالة في هادث اعتقد هذا الآخر سيكون حالة حالة الطلاق أو حالة حالة طلال وفيwriting وفضيها عندما يتركز في الوالية وانتظر على الواضح مقربية. وحول الحوادث والحنات المسجلة في الأقالين فقد تحدث المتحدث باسم الشرطة الوطنية بالحديثة تالية دعوش التالية نفس الشرطة الوطنية في التعب الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر